بعد الانتصارات التي حققتها القوة الأمنية والحجد الشابي على داعش أصبح الحجد رهان الكثير من الأحزاب التي تريد خوض الانتخابات المقبلة لكن سرعان ما بدد رئيس الحكومة ذلك من خلال إعلانه أمس السبت منع مشاركة فصائل الحجد في الانتخابات بموجب القانون نواب عن بعض الكتل السياسية ترى أن تطبيق القانون والدستور يرغم الأحزاب التي لها أجنحة مسلحة على التخلي عنها شرط المشاركة في الانتخابات الذي يريد أن ينزل من الانتخابات عليه أن يترك الفصائل وعليه أن يعطي حرية للقائد العام من الكوات المسلحة لدمج هؤلاء وإخراج بعض القيادات الذي يتحدث باسم الفصائل والكتاب بشكل واضح أن يعطي الفرصة ويبلغ أفراده بأنكم أنتم حلهم من أدنى ليس لكم ارتباط معنا ويرفض رفع أعلام تلك الكتل السياسية ويرفع تلك الأعلام على بنايات أحزاب والكتل ويذهب إلى الانتخابات ما طرحها السيد الرئيس الوزراء هو طرح يستحق الدعم لأنه طرح في طريق تأصيل بناء الدولة وتقوية مؤسساتها ومنع بروز أي وجودات موازية للمؤسسات الرسمية للدولة وهذا يحتاج إلى تعاضد حقيقة وإلى تكاتف من قبل القوى السياسية ويفترض أن تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها في هذه المرحلة التاريخية بعض الأحزاب ترى أن ما طرحه العبادي غير واقعيا عمليا كون أغلب الأحزاب تمتلك أجنحة مسلحة لا يمكن أن تتخلى عنها وأخرى لا ترى وجودا للفصائل المسلحة أصلا وكل ما هناك هي فصائل مرتبطة بالحجد الشعبي وينطبق عليها القانون وإثارة هذا الموضوع فيها قصدية بحسب تعبيرهم هناك من يقول أن لا حزب بلا بيليشيا مسلحة هذا إطلاق على الأرضاه ولكن واضح على أن أكثر الأحزاب لها قوى مسلحة حتى التي تطالب بأن تكون مدنية بحتة كيف ستكون الرقابة عليها ليس من الدولة فقط وإنما من مفوضية الانتخابات لا توجد هناك فصائل مسلحة تابعة للأحزاب وإنما هو عملية ترويج وتهويل للوضع ولكن نحن مع إجراء القانون كل الفصائل المسلحة حسب قرار مجلس النواب الذي أقر هو ارتباطها بالقائد العام وارتباطها بالدولة العراقية وتخضع لقوانين الدولة العراقية حديث تطبيق القانون وعدم مشاركة الحجد عده مراقبون رسائل يبعث بها العباد إلى الخارج وعلى وجه الخصوص للدول الغربية والأمم المتحدة للكشف عن إصراره على تطبيق القانون وللداخل للكتل والأحزاب من أجل التخلي عن فصائل الحجد كونها منظمة تابعة لمؤسسة الدفاع الوطنية من بغداد وليد الشيخ الحرة